والحج يهدم ما كان قبله كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله الحج طهارة من الذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث يعني لم يتكلم بالكلام الفاحش ولم يفسق لم يأتي بسيئة ولا معصية رجع من ذنوبه رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والمبرور الذي لم يخالطه إثم ولا رياء ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق فلا رفث فيه ولا فسوق والحج ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لأبي غالب أدمن الاختلاف إلى هذا البيت فإنك إن أدمنت الاختلاف إلى هذا البيت لقيت الله عز وجل وأنت خفيف الظهري يعني من المعاصي والأثام والحج من أفضل أعمال البر حج مبرور ينوي إخلاص النية لله ويحرص على القيام بما أمر به الله ويسارع إلى المغفرة من الله ويجتنب ما أحرم الله من نظر محرم وكذب وغيبة وغش وغدر ونحو ذلك ويتخلق بالأخلاق الفاضلة فيكون طلق الوجه طيب النفس رضي البالي وكذلك فإن الظلم في هذه الأماكن عاقبته وخيمه وإثمه وبيل وقد قال الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فيكون المسلم سلما لله ولدينه والعباده وكل من استطاع الحج يجب عليه على الفور ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقد قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم وكل قادر مستطيع ببدنه وماله يجب عليه أن يسعى إلى الحج فورا وكل عاجز ببدنه وماله لا يجب عليه والعاجز ببدنه القادر بماله ينيب من يحج عنه من ماله والعاجز بماله القادر ببدنه إذا كان قريبا إذا كان قريبا أقل من مسافة قصر فعليه أن يأتي ولو على قدميه ويجب على المستطيع حج الفريضة ولو لم يأذن له الوالدان وكذلك الشاب البالغ إذا قدره ولا يجوز لأبويه منعه من فريضة الله وكذلك لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حج الفريضة إذا كان لديها محرم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر للحجاج حجهم وأن يرزق من لم يحج الحج إلى بيته العتيق وأن يزيدنا من فضله ترجمة نانسي قنقر